موضوع اليوم هو هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ تثير هذه القضية الكثير من النقاشات في العالم الإسلامي حيث يتباين وجهات النظر والآراء حول ما إذا كان ينبغي الاحتفال بهذا اليوم أم لا قبل أن نتعمق في النقاش دعونا نبدأ بفهم ما هو المولد النبوي إنه الذكرى السنوية لميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم البعض يروج للاحتفال بهذا اليوم كمناسبة للاحتفاء بسيرة النبي وتعاليمه من جانبها تعتبر بعض الأقليات الإسلامية أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس جزءا من التقاليد الإسلامية الأصيلة هم يشيرون إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يقموا بأي احتفال مماثل خلال حياتهم الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الآراء المختلفة حول هذا الموضوع المؤيدون للاحتفال بالمولد النبوي يرون أنها فرصة للتعبير عن حبهم واحترامهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشر الخير والسلام المعترضون على الاحتفال يعتبرون أن هذا الاحتفال ليس جزءا من الإسلام التقليدي وقد يؤدي إلى تبديد الجهود والموارد في الختام القرار بالاحتفال بالمولد النبوي يعتمد على التفضيلات الشخصية والتقاليد المحلية الأهم هو الالتزام بالقيم الإسلامية العامة والسعي لفهم وتعميق الإيمان بصدق ترجمة نانسي قنقر